شاهدين العزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وحلقتنا اليوم فيها فقرتين هنبتديها النهاردة أول فقرتنا مع السيادة العبيد حسام سليمان محلل عسكري أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بجنبك أهلا بك يا فندم إحنا النهاردة وشفنا كتير واسمعنا كتير على السوشيال ميديا وبقالنا فترة بنسمع وبنقول إن فيه أمور كتير متغيرة في العالم العربي وفيه أمور كتير متغيرة بالتحديد في ليبيا إحنا عايزين نعرف من حضرتك إيه الموقف الحالي في ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم الموقف الحالي في ليبيا إحنا يعني هنتكلم على جزئية معينة سيب الفترة اللي هي اعتبارا من 2011 لغاية 2012-2013 كان فيه عدم نظام فيه موجود فيه ربوع ليبيا كلها ميليشيات مسلحة، قبائل متفرقة، مفيش جيش نظامي مسيطر، مفيش قوة شرطية مسيطرة على الوضع في ليبيا الاربع اتجاهات الرئيسية بتاعة ليبيا متفتحة سواء لاتجاه الساحلي او في اتجاه الحدود المصرية او اتجاه الحدود التونسية الجزائرية او الحدود السودانية التشادية النيجيرية كل ده كان مفتح حصل تدخل اممي ووصلوا انهم ارسلوا او الامم المتحدة ارسلت شخصية تبعها اسمه مارتين كوبلر وجمع الفصائل اللي موجودة واطياف من الشعب الليبي والمؤسسات العسكرية وتوصلوا لحاجة اسمها اتفاق والاتفاق ده اتعمل في مدينة اسمها مدينة السخيرات في المغرب ويسمي هذا الاتفاق اتفاق السخيرات واتفاق السخيرات ده تم يوم 15 ديسمبر 2015 ميلادي اتفاق السخيرات ده عبارة عن 30 ورقة التلاتين ورقة دول توصلوا الى انهم عملوا حاجة اسمها حكومة الوفاق مجلس الوزراء البرلمان الليبي بدأ تفعيل شغل حكومة الوفاق اللي هي باسم السراج ورفاقه اعتبارا من يوم 19 يناير 2016 ميلادي هل الحكومة دي كتير كتير برضو اليومين دول زي ما احنا شفنا وقلنا لحياتك بيتكلم في شاعات كتير على السوشيال ميديا وفي كلام كتير على السوشيال ميديا موجود بيقال ان هناك ممكن ان يكون هناك حرب في هذه الايام في ليبيا وفي اللي بيقول ان تركيا داخلت ليبيا وفي منهم اللي بيقول كلام كتير شغل الرأي العام والمواطن المصري او الشعب المصري بفترته طيب فهو تمالي بيكون بعيد شوية عن السياسة وبعيد شوية عن حاجات كتير فاحنا عايزين نعرف من حضرتك برضو بخصوص الموكف والشأن الليبي زي ما احنا تكلمنا مع حضرتك وحياتك وضحت لنا حاجات كتير موجودة دلوقتي هل هناك داخل ليبيا حاليا جنود من تركيا او هل جنود تركيا مع اسكرة في ليبيا او مجرد كلام لسه موجود على السوشيال ميديا وشائعات كجنود جنود نظاميين تابعين للجيش التركي فقدروا اقول لها حضرتك بنسبة 90% لا اللي موجودين حاليا دلوقتي اتبعوا تركيا عبارة عن مستشارين عسكريين اما الجنود اللي وصلوا ليبيا سواء برا او بحرا او بالطيران فهم عبارة عن جنود مأجورين او مرتزقة من اللي هم كانوا شغالين مع النظام التركي في شمال سوريا لكن كجيش تركي نظامي حط رجله في ليبيا لغاية دلوقتي لا اللي حصل ان هم بعتوا مستشارين المستشارين دول بيعملوا عملية التطلاع بيعملوا عملية دعم اذا اذا تفسر باي حضرتك ان البرلمان التركي تركي ادى الازة او اجمع ان ممكن يكون هناك حرب او يرسل جنود الى ليبيا البرلمان التركي مأمور ليس له في الامر يد يعني انت توقع حضرتك من خلال خبرتك ان ممكن يكون هناك حرب في هذه الايام او غزو من تركيا الحرب وردة في اي توقيت ولكن الحرب ريال شروط انت علشان تتكلم حضرتك او اي حد يتكلم علشان يتحد يتحرك من تركيا لغاية ليبيا مسافة الف كيلو المسافة الف كيلو ده في البحر انت في حضرتك يعني لازم يعدي على بلدين قبرص واليونان وامتداد لايطاليا دي حاجة الحاجة التانية انت في عند حضرتك اتنين قاعدة روسية موجودين في غرب سوريا اللي هي قاعدة حميم وقاعدة ترطوس دي لازم يكونوا حيشوفوا القوات اللي بتتحرك دي حاجة الحاجة التانية ان في عندنا قيادة الاسطول السادس الامريكي موجود في نابولي اذا علشان تركيا تحرك سفن حربية او معدات حربية عن طريق البحر لازم تترصد عن طريق الاسطول الامريكي وعن طريق الاسطول الروسي اللي موجود في البحر هذا بجانب طبعا القوة المصرية البحرية المدعومة جويا حاليا دلوقتي على الشواطئ المصرية حتى المياه الإقليمية المصرية الكلام ده موفوش فصال في نفس الوقت فيه تعاون ما بين مصر وقبرص واليونان فالموضوع مش موضوع ان هو يعني مجرد ما هو البرلمان وافق او خد قرار او بيقول حابعت او اهلا وسهلا اهلا وسهلا احنا عايزين فعلا حاجة على الارض لكن تسريبات من خلال مراكب صغيرة او من خلال نقل طيران مدني ينزل في مطار مثلا زي مطار معيطقة ينزل 200-300 فرد كل واحد هبقى معيط تسطيح الشخص بندقية طبنجة اربجية كل امور دي كلها لكن انا عايز المعدات التقيلة المعدات التقيلة اللي هي تكسب ارض او تكسب تدعم موقف اللي هي زي ايه زي الدبابات زي المركبات الزات الجنزير زي المدافع دي حاجة الحاجة التانية المجموعة اللي دخل بيها النظام التركي سوريا ها هو يعني احنا كعرف يعني مجموعة البط اللي هو رسمه على الحدود اللي ما بينه ما بين تركيا الكلام ده ما يمشيش عسكريا لسبب واحد حضرتك معظم التسليح او المجنزرات او المعدات الزات الجنزير اللي موجودة في تركيا واخدنا من حلف الناتو واخدنا من حلف الناتو الكلام ده امتى الكلام ده في نهاية التمنينات اللي هي الدبابات الام ستين الف واحد والدبابات ستين الف تلاتة والمركبات الام ميو تلاتاشر هو احدث حاجة عنده اللي هو المدافع زيتة الحركة مية خمسة وخمسين ميلي دي حاجة الحاجة التانية الناس العسكريين اللي زي حالتنا لما بيشوف وضعية الدبابة بيشوف وضعية الدبابة اللي هي دخل اقتال دخل اقتال الدبابة عمتا الام ستين الف واحد او الف تلاتة التصميم الداخلي من جوه زي بعضه عدد الطلقات اللي بتتحط او الحمولة او الشدة بتاعتها 63 طلقة 63 طلقة اضربهم في 50 كيلو هيعملوا معك 3 طن وزن الدبابة الاساسي بالشدة كاملة 51 طن لو شلنا منها 3 طن هتبقى وزنها 48 طن لما تيجي تبص على الدبابات اللي هي كانت وقفة على امتداد الحدود السورية التركية هتلاقي الدبابة المقدمة بتاعتها عالية والمؤخرة بتاعت المقدمة بتاعتها مش مرتفعة ليه؟ لانه هو اساسا الدبابات دي ما كانش فيها زخاير فيها زخاير صغيرة اللي هي بتاعت الرشاشات او الرشاش مصبوصة او الرشاش اللي هو 12 و 7 يعني كدبابة جهزة بقالها في الخدمة اكتر من 30 سنة غير جهزة للقتال اهلا وسهل وبعد كده هو هيوصل الدبابات والمؤدد زاد جنزيل ده عن طريق البحر ازاي هو فاكر نفسه الجنرال ايزنهاور اللي عمل موضوع النقل الاستراتيجي نقل ثمن فرق في موقعة نورماندي اللي هي بيسموها عملية نيبتون علشان يحرروا بيها اوروبا من هتلر ده نقل ثمن فرق انت عندك كان نظام توركي كان نظام توركي عندك معدات ابحار وعندك معدات نقل وعندك اسطول كل الكلام ده كله هيعدي دي حاجة الحاجة التانية فين القسطول الامريكي وفين القسطول الروسي من التحركات دي لازم حيبقى فيه سابق انظار لان داخلين فسر من وجهة نظر حضرتك الشيء الاعلامي اللي معمول والظاهرة اللي معمولة او التوقيت اللي احنا فيه من اردخان اللي هو موجود حاليا ده كلا يقوله ليبيا في التوقيت هو الوقت اللي احنا فيه ده بالتانية اقول لحضرتك حاجة يا سستامر حضرتك دلوقتي هو دلوقتي المعادلة المعادلة دلوقتي السراج السراج ذات نفسه علشان نتكلم بقى الكلام الواقعي هو المدة الحكم بتاعته سنة واحدة بس او فترة واحدة بس قابلة للتجديد هو حاليا دلوقتي في اليوم اللي احنا بنتكلم فيه ده وصل اربع سنوات يعني كده ملوش اساسا اساسا شرعية في ليبيا وعمل طب في حالة في حالة دخول اردوخان ليبيا زي ما هو ما بيقول او زي ما هو ما بيدعي او زي ما هو ايه ايه الموقف اللي ممكن يكون موجود في التقويت ده او ايه الخطر اللي ممكن يهدد المنطقة اللي موجودة حضرتك دلوقتي حضرتك دلوقتي هنفترض ان هو دخل هخش بايه ايه العناصر الممكن ان هو يخش بيها ما احنا قلنا لازم يخش بحاجات تملك الارض الحاجة دي مستحيل مستحيل ان هي توصل للشاطئ الليبي او للارض الليبية ولو وصل منها هتتضمر 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 لان الجيش الليبي عنده قدرات لغاية دلوقتي لم يفسح عنها دي حاجة الحاجة التانية نحن ندعم قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية عفتاح السيسي في اتخاذ اي قرار ياخده لتأمين الحدود والعمق المصري في اتجاه لابيا احنا كلنا والشعب المصري كله فوض السادة رئيس عفتاح السيسي في الحفاظ على امن مصر القومي وفي اي تدخل في شؤون هذا الامر واحنا كلنا واسكين ان احنا عندنا طبعا رئيس عفتاح السيسي كيادة حكيمة وكيادة عسكرية تقدر ان هي تحافظ على امن البلاد وتقدر انها تحافظ على امن مصر وعلى اي ادوان يفكر ان هو يخش اي حدود بصرية او اي غير حدود بصرية فاحنا نصد في ان هو مش هيقدر ان هو يعدي حتى هذه الهدود مش هيقدر يوصل مش هيقدر يوصل للشاطئ بتاع ليبيا تحت اي بند من البنود ليه لان وصوله او وصول قوات لبيه هتدخلنا في معارك براية هتدخلنا احنا كجانب مصري في معارك براية وفي نفس الوقت قدرات القوات المسلحة لا احد جوة جمهورية مصر عربية يعلمها غير المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة احنا قدراتنا مهولة لا يعلمها احد قوات بحرية قوات جوية قوات برية حيتدمر 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 بخصوص الشان المصري اذا فكر اردوغان ان هو يخش ليبيا او ييجي عن العدود الليبية او الليبية المصرية حيتدمر شايف من وجهة نظر حضرتك اللي ممكن يواجه مصيره اردوغان او الاردوغان اللي موجود حاليا الاردوغان او الاردوغان او النظام التركي احنا ملاش علاقة او ملاش عدوة مع الشعب التركي انا بقول لحضرتك النظام القائم ذات نفسه اذا فكر اذا فكر بقدراته العسكرية اللي هو متخيل اذا قدرات عسكرية لا يملك مواجهة الجيش المصري او لا يملك مواجهة الجيش الليبي المدعوم بالجيش المصري دي هتبقى نهايته هو كل لعبور ان شاء الله يكون نهايته ريبة وانه يكون دي اخر نهايته يكون على ايد طبعا الجيش المصري يكون على ايد كيادة حكيمة زي رئيس عفتاح السيسي ان شاء الله واحنا بنتمنى ان الدنيا كلها يكون فيها سلام واحنا بندعي دايما للسلام ان العالم كله يكون فيه سلام ويكون فيه امن وسلام لان الحروف دائما بيكون فيها برضو خسائر كتير ولكن لو احتمل الموقف او جيل موقف نفسه وجي غزه من هذه الشاعات اللي احنا بنسمعها على ليبيا او غير ليبيا فطبعا بيكون طبعا المصير او التوقيت غير كده فاحنا بنتمنى السلام وعايزين برضو من سيادتك رسالة بقى للشعب المصري اللي تمالي بيتساءل وتمالي عايز يعرف الحقيقة حقيقة الامر في هذه الايام ايه اللي ممكن يكون متوقع في خلال ايام هل سينسحب عن قراراته ام سيكمل لمصيرة الحرب يا شعب مصر بقولكوا واحسبوا الكلام ده علي ما تقلقوش بتاتا 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 الموقف على الارض والموقف تاكتيكيا وعسكريا وسياسيا واستراتيجيا ليس في صالح تركيا وانظامها بتاتا بتاتا وان شاء الله عم قريب ترابونس هتتحرر وحيتم السيطرة على الغرب والجنوب الليبي كامل لان الشرق والشمال دي تعتبر في شريحة مسئولية مصر احنا تملي بتشكرك معنا وتملي بنستفيد من حضرتك من خبرات حضرتك في امور كتير في الامر العسكري واحنا تملي بنسك في تحليل سيادتك للموقف العسكري من خلال خبرتك ومن خلال تواجدك معنا باستمرار دي اشرف ليه باستمرار فبردو عايزين برضو نعرف من حضرتك الامور اللي هي الاستراتيجية اللي موجودة في العالم كله اللي احنا شايفين ودلوقتي وشايفين في بعض المشاكل في العراق وبعض المشاكل في الامور دي كلها فعايزين نعرف من حضرتك هل هذه الامور دي كلها بتدعي لحروب قضبة عالمية او دي اشاعات موجودة على السوشي الميديا لا 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 أنا أسألت أنا أعزي أطمن بس السادة المشاهدين السادة المشاهدين يعني كلمة التاريخ ما بيكذبش الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية التانية مش كان فيها مجموعة دول ولا فيه دولة قامت منفردة بحرب العالمية مجموعة دول مجموعة دول مجموعة دول أصد مجموعة دول زي المثال اللي احنا قلنا عليه فيه موضوع اللي هو معركة نورماندي معركة نورماندي او مع عملية نيبتون انزل بحري ده حضرتك ضربوا المنطقة بتاعة بتاعة نيبتون او ساحل نورماندي بقدق زخيرة ضربوها بـ 11912 طن من القنابل عشان يقتحموا ويخشوا من الشمال الغربي لفرنسا وبعد كده يخشوا لبقية اوروبا ففين الارد ده الارد ده يملك ايه حتى لو مدعوم حتى لو مدعوم اما الشأن العراقي فهو يخص اهل العراق وفي حكومة عراقية قائمة او هتتغير فهي كفيرة وفيها جيش وفيها شرطة هم يعالجوا امورهم السياسية والعسكرية ما بينهم ما بين بعض وفي قوات تحالف موجودة في الاراضي العراقية يحلوا مشاكلهم داخليا عايزين استشارات مصرية اكيد مصر مش هتبخى عليهم بالاستشارة لكن علشان مصر تتورط خارج حدودها اللي هي تبعد بلدين تلاتة لا في الوقت الراهن ده لا لان مصر حاليا دلوقتي مستهدفة من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنود احنا بنشكرك النهاردة طبعا في لقائك معنا واحنا حبينا نطمن الشعب المصري ونطمن اهلنا ونطمن ونطمنهم ان في شعاعات كتير ما نسمعش ليها وما نشوفاش على السوشال ميديا لان الحروب كلها حروب الجيل الرابع والخامس حروب الجيل الرابع والخامس تملي بتكون فيها فتن كتير ويكون في شعاعات كتير فاحنا حبينا نطمنهم النهاردة واحنا سعاداء النهاردة بحيطك قدمت لهم النهاردة كل ما هيفيد وان شاء الله نشوف مصر اجمل واحسن بلد واقف بلد في العالم كله بأمر الله الموضوع محسوم يا سستامر ونشكرك النهاردة يا فاندي ونتلع فاصل ورجع لكم بعض الفاصل اشتركوا في القناة مشاهدين العزاء ورجعنا لكم بعد الفاصل ويسعدنا ان يكون دي في وظيفكم اليوم من السيد المستشار محمد ابو زيت محمد بن نقضي باستشارية العليا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا سهلا اهلا سهلا ان حضرتك موجود معنا النهاردة واحنا طبعا اتكلمنا مع بعض في فقرات كتير وحلقات كتير عديدة ماضية عن بعض المشكلات اللي موجودة في المكتبع المصري واحنا النهاردة برضو عندنا مشكلة بتهم كل الشعب المصري وانتشرت في الاولى الاخيرة ظاهرة اللي هي انتشار ظاهرة الطلاق بصفة مستمرة والتفكك الاسري وشفنا انهيار ثقافة للاولاد وشفنا تشرد لاولاد كتير موجودة بسبب هذا الطلاق وبسبب هذا القانون عايزين نعرف من حراتك بقى اهلا ليه انتشرت ظاهرة الطلاق في مصر بشكل عديد او بشكل كبير في الاولى الاخيرة هو حضرتك بالنسبة التفكك الاسري هي من اكبر المشكلات التي دخلت بيوت الشعب المصري عامة وظهرت في الاولى الاخيرة التفكك الاسري لعدة اسباب التفكك الاسري لعدة اسباب بالنسبة التفكك الاسري بيكون لسرطين التفكك الاسري المباشر والتفكك الاسري الغير مباشر مباشر وغير مباشر غير مباشر ايه هو المباشر بالنسبة للتفكك الأسري المباشر حضرتك اللي هو يتمثل في الطلاق أو وفاة أحد الوالدين الزوج أو الزوجة بالنسبة للتفكك المباشر التفكك اللي هو مباشر اللي هو الزوجين تحت سقف واحد ولكن عدم التفاهم ما بين الزوج والزوجة وبيأثر معنويا على الأولاد وعلى الأجيال اللي طالع بالنسبة للتفكك الأسري هتقصد حياتك المباشر اللي هو فيه طلاق أو فيه انتصال بيكون الأولاد اللي موجودين طبعا متحايدين هنا أو هنا مفيش رقابة مفيش أب وأم يكونوا موجودين بصفة دايما يرقبوا الأولاد ويرقبوا تصرفات الأولاد أو يشوفوا الأولاد أو ينصحهم أو يكون فيه جدية مع الأولاد في أمور كتير موجودة أو لو الأب متوفي أو لو الأم متوفية بيكون برضو في عدم وجود رقابة كافية إذا بحيتك بتقول فبيتم برضو هنا بيكون في تفكك بالنسبة للأولاد أو في الأسرة ومن ضمن الأسباب التفكك للأسرة حضرتك بالنسبة للأب الحاضر الغائب الأب الحاضر الغائب يتمثل في صورتية الصورة الأولى بالنسبة للأب الحاضر الغائب اللي هو يتمثل في الأب اللي هو من شغل بعمله وقته كله لعمله ومن عزل تماما على الحياة الأسرية بحيث إنه عدم مراعاة الزوجة أو معدم مراعاة الأولاد وبالنسبة للصورة التانية اللي هو الأب المهند بيتمثل في إنه هو بيؤدي احتياجات المالية فقط للبيت وبيلشغل تماماً عن الحياة الزوجية أو عن حياة الأسرية وفي هناك برضو اللي هي الأم الحاضرة الغائبة اللي هي برضو بتتمثل في إنه هي بتكون حاضرة غائبة عدم مراعاة زوجها عدم مراعاة أولادها إنشغالها التام عن تربية الأولاد وإنشغالها التام عن مراعاة زوجها وأولادها وبيتها إنشغال تام بإما يكون مع الصديقات أو على السوشيال ميدي ده بالنسبة للأم الحاضرة الغائبة يعني تقصت طول حياتك برضو إن غياب الأب في شغله بصفة مستمرة بيأثر على برضو الأولاد أو تربية الأولاد والأم في نفس الوقت برضو اللي هي بيكون منشغلة أو مهملة في بعض الأمور في بيتها بيكون برضو بتأثر على الأولاد أو بتأثر على الجيل اللي موجود وبتأثر في سلوكياتهم زي ما احنا شفنا برضو إن في سلوكيات كتير ابتدت انتشرت في الفترات الأخيرة من الأجيال اللي طلعة في الشرع المصري ما كانتش دي عادتنا وما كانتش دي تقاليدنا اللي احنا تعودنا عليها إن احنا بيشوفها من زمان وهي كان دا احترام زي ما احنا قلنا احترام السؤال الكبير واحترام دا وشوفنا برضو ظاهرة العنف اللي هي مستمرة برضو بين الشباب وبين الجيل اللي موجود دا فاحنا عايزين برضو نعرف إزاي إن احنا نحد من هذه الظاهرة وإزاي إن احنا نرجع زي الزمان نخلي أولادنا نعلمهم التربية السليمة ونكتسب فيهم حاجات كتير تكون موجودة في المجتمع المصري اللي احنا نرجع التراس بتاعنا التراس المصري أولاد البلد اللي احنا بنخاف على بعض لإن احنا شوفنا طبعا في المنصورة برضو كانت سوشيال ميديا كلها بتتكلم عن طهيرة اللي هي التحرش اللي حصلت في المنصورة اللي بعد الفتيات اللي حصلت وبعد ما تم القبض على عدد كبير من الشباب كانت طبعا اتحرشت دي لتراس السنة اللي فاتت بفتاة المنصورة دي فبعد ما تم القبض تم برضو التنازل على المحضر فاحنا عايزين نقول ان في عادات وتقاليد شوفناها كانت غريبة في المجتمع المصري في الفترات الأخيرة وده سببها حضرتك قلت برضو عدم شغال الأب بصفة دايما في شغله والأم برضو ما بيكونش فيه رقابة طبعا احنا نعمل ايه عشان نحد من هزيزة مهينة المفروض على الأسرة التوعية الأسرية أكثر المشاكل في الأوانة الأخيرة بالنسبة المحاكم اقتصد بالطلاق لكل الزجات الحديثة اللي هي بيتم يعني الزواج ما بيتمش أكثر من 9-4 سنين وتلاقي الزوجين دخلوا المحاكم ايه الأسباب؟ عدم التوعية للأسرة للزجين المقبلين على الزواج الحديث مما يؤثر على العلاقة الزوجية عدم الوعي يعني مفروض يكون فيه توعية من قبل الأم والأب للبنت اللي هي مقبلة على الزواج ونفس الكلام بالنسبة للولد اللي هو مقبل على الزواج يبقى التوعية الأسرية من قبل الأب والأم للمقبل المقبلين على الزواج بحيث ان هم يكونوا أسرة ويعيشوا ويكونوا أسرة ويربوا أولاد من تلك أو القصور من قبل الأب والأم بيحدث الطلاق اللي هو الحديث اللي هو مقتصد بيه جميع المحاكل بخصوص ظاهرة الطلاق اللي انتشرت حياتك بتتكلم فيها إن دور الأب والأم اللي عامل أساسي في هذه الظاهرة اللي احنا قادر نحد منها عن عوامل اللي هي التوعية إن الأم تقدر توعي بنتها أو تتوعي ابنها إنه إزاي يكون فيه استمرارية وإزاي إنه يقدر يفتح بيت وإزاي يكون فيه مسؤولية للبيت وإزاي إنه هم يقدروا يستحملوا وإزاي إنه هم ما يتسرعوش في الطلاق ما هو ده بقى حضرتك عدم الوعي الأسري على أساس برضو نرجع للأولان إحنا معنا مدخلة تليفونية برضو 16 نسمحها ونشوف المدخلة اللي معنا ألو تعيد شكرا خط تقطع هنحاول نتصل بيها تاني برضو أو نحاول نتدخله هنا بعد إذنكم هنا عدم الوعي الأسري حضرتك على أساس الأب الحاضر الغائب وفيه الأب الغائب الحاضر اللي هو زي الزوج اللي هو مغادر البلاد في الغربة غائب وحاضر حاضر بمرعية أولاده حاضر بمرعية أسرته حاضر بمرعية زوجته هنا أعتبر أب حاضر غائب ورغم إنه هو يختلف عن الأب الموجود وهنا فيه بالنسبة لأسباب التفكك الأسري الأدوار اللي هي بتختلفة بين الزوج والزوجة التنازع على الضوء معانا مدخلة تانية والتفكك الأسري برضو بالنسبة هنا التفكك الأسري بينحصر بالنسبة للحالة الاقتصادية بالنسبة للزوج وبالنسبة للزاكان غني برضو بينشغل الأب والزوج عن الأولاد بينشغال بالمال وإدارة الأعمال فبالتالي بيحدث التفكك الأسري لعدم مراعاة أسرته وعدم مراعاة بيته وعدم مراعاة الحالة الاجتماعية بالنسبة للأسرة ونفس الكلام بالنسبة للحالة الاقتصادية إذا كان فئي فهنا برضو لعدم مراعاة الأسرة وبتنحرف الأولاد وهنا ندأ من قبل برنامج متى حضرتك لكل زوجين حدث بينهم خلافات المفروض ما يدخلوش الأولاد ساحات المحاكم معاهم على أساس الوقت لو حصل خلافات ما بين الزوج والزوجة أنت بقى ما تزوجش بالأولاد داخل ساحات المحاكم إذا كان الأولاد مع الأب أو الأولاد مع الأم بحيث إن هو بيحصل نفور مقبل يعني نبعد الأولاد عن أي مشاكل أو أي خلافات داخل المحاكم أو غيرها عشان برضو ما يبقاش فيه التأثير النفسي والمعناوي على الطفل نفسي ومعناوي للأولاد نفسهما وتؤثرهم وبيتم شحن الأولاد حضرتك منقباً للأم تقول أبوك عمل وأبوك 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 وحش وأبوك 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 نفس الولد حطت أبوك كمسل أعلى أو البنت حطت الأب كمسل أعلى نفس الكلام الأب بيقول الأم عملت واحد اثنين ثلاثة فهنا الولد بيحصل عنده انفصال أحب ماما ولا أحب بابا فهو المفروض إذا حصل طب احنا معنا مدخلة تليفونية هلو هلو ايه معاك يا فاندي ايه لو سمحت بقى الساعة هلو السلام عليكم معاك يا سيد اشرف فضل دلوقتي دلوقتي انا دلوقتي حضرتك انا بقالي دلوقتي حضرتك انا بقالي ست شهور ما شفتش عيالي يا ريت حضرتك توطي التلفزيون شوية وتسمعنا من التلفزيون دلوقتي حضرتك انا دلوقتي بقالي ست شهور ما شفتش عيالي ست شهور ما شفتش عيالك بالرغم ان انا دخلت ناس ولاد خير عشان يصلحوا عشان اشوفي الولاد وما شفتهمش لغاية دلوقتي من ساعة ما حضرتك اتطلقت ولا ما شفتش العيالي يعني حياتك انفصلت عن زوجتك او طلقت زوجتك وبقالك ست شهور ما شفتش اولادك ايوه طيب ايه طبعا الزوجة هي حضنة طبعا الاولاد وهي موجودة معاهم الاولاد هي موجودين معاهم وانت بقالك ست شهور لحد دلوقتي ما شفتش يا شاب انت بحاولتش اللي انت تتواصل معاهم او حاجة من دي معانا اي حضرتك واخد الولاد وقاعد عند والدتها طب بالنسبة لي برضو يا ست المستشار في الاحوال طبعا حضرتك خدت اي اجراء قانوني؟ قالو ايوه ايوه خدت اي اجراء قانوني؟ والله انا ما خدش انا عايز اعرف اعمل ايه دلوقتي يا حضرتك هنقول لحضرتك افهم طبعا بتفضل يا سيد عشرف والست المستشار هيجاوبك على السؤال بالنسبة برضو المشاكل الاسرية موضوع الرؤية بالنسبة للقب لرؤية اولاده هنا الام بتعند مع الزوج او مطلقها في عدم رؤية الزوج للاولاد الاجراء اللي بيتخذوا القب هنا وفقا للقانون الاحوال الشخصية حضرتك بيتقدم بطلب لجنة التسوية مكتب التسوية وبيقدم فيه طلب اللي هو غرض دعوة رؤية مكتب التسوية عمتا 99% من قرارات مكتب التسوية ما بتحلش النزاع ما بين الزوج والزوجة او المطلق والمطلقة فبيتم حالة الموضوع الى المحكمة المحكمة هنا بتنظر الموضوع وبتحدد لمكان الرؤية وفقا لقرار الوزير العدل اللي هو رقم 1087 لسنة 2000 بيقول فيه انا عايز اتكلم في النقطة برضو يعني احنا بنقول ان التفكك الاسري او الطلاق بيقدي لتفكك اسري وبيقدي الى مشاكل كبيرة ازا ما احنا شايفين اب بقاله ست الشهور بيقولك مش عارف يشوف اولاده او ما شافش اولاده طب الاولاد اللي هي موجودة دي اللي هي بعيدة عن والدها بقاله بست الشهور او ما شافوش والده بست الشهور وهدك النقطة لو كنت بكلم حضرتك عنها بيأصل نفسيا ومعنويا عن اولاد الولد او البنت يكون محطم نفسيا هيتعامل ازاي مع الاخرين هيتعامل ازاي مع اصدقاءه في المدرسة او اصدقاءه في الناد فهنا الولد بيكون محطم زميله اللي جنبه في التختة والدته وابه ووالده بيجي اخدوه هو هنا ولا والد ولا ابه بالنسبة لرعيه بالنسبة لتكملة الاجابة على سؤال السيد المسائل والخبار حضرتك هنا بيتخذ قرار من قبل المحكمة او بيصدر حكم بالرؤية ثلاث ساعات اسبوعيا في اماكن محددة يعني هو قانونا من حق ان يشوفهم ثلاث ساعات اسبوعيا في احدى المراكز الرياضية او في احدى النوادي في اي اماكن عامة متحددة عموما مركز الرياضية والنوادي بحيث ان هي تخصص ليه ثلاث ساعات اسبوعية والمدة دي غير كافية يعني انا اب ان انا شوف اولادي ثلاث ساعات في الاسبوع يبقى انا هراعي ازاي هراعي ازاي اولادي خلال ثلاث ساعات غير ان الولد جاي مع امه اصلا مشحول او البنت جاي مع والدتها مشحولة غير ان الامه متظهرش او المطلقة هنا متظهرت على الشاشة بتبعته مع زوية طيب في حالة الاستاذ اشرف هو بيتقدم بطلب للمحكمة او بيعمل ايه عشان بيرفع دعوة رؤية حضرتك والمحكمة بتحكم له بالرؤية ثلاث ساعات اسبوعية وفقا للمكان اللي بيحدده المحكمة زي ما قلت لحضرتك طلب الرؤية ده بياخد وقت في افرقاته عبل ما بيتوفي عليه هي اقصى عن متى ثلاث شهور يعني ممكن يقعد ثلاث شهور يقعد ثلاث شهور تاني عشان يشوف اولاده وياخد وقت تاني برضو عند التنفيذ على اساس ان هو بياخد صيغة تنفيذية من هذا الحكم ويتجه للجهة التي قررتها المحكمة لرؤية الاولاد وهناك فيه سجلات معينة اذا كان مركز شباب او نادي بيتم تسجيل فيه الحكم بالصيغة التنفيذية ويحدد فيه المعاد ويقول الاب حضر الزوجة بقى بتعمل ايه بتحضر يوم واليوم التاني متحضرش اسبوع ومسبوع التاني متحضرش نظرا للنزاعات اللي ما بينهم فهو المفروض هنا حضرتك يبعدوا الاولاد تماما على النزاعات دي احنا عايزين نتكلم بشكل عام برضو عن التفاقق الاسري وايه اسبابه بالنسبة للتفاقق الاسري واسبابه ان هي بتأدي طبعا الاطلاق احنا ممكن نتكلم برضو اللي هو ممكن يكون فيه الظروف اللي هي اللي موجودة اللي هي الاقتصادية للشباب اللي هي طلع في بداية حياتها اللي هي بتنتزوج وكده او عدم المسئولية وحاجات كتير فعايزين نعرف من حضرتك برضو يعني بعض الرؤية ان احنا نقدر نوجهها او بعض النصائح اللي احنا نقدر نوجهها للشباب ان احنا نقلهم نوعيهم نقلهم ايه ان يكون فيه حياة مستقرة ويكون فيه بقعدة عند التفكير عن التلاق نفسه فهنا بل رأت بالنسبة الزيجات الحديثة زي ما انا قلت لحضرتك بيحصل خلافات لعدم التوعية بالنسبة للزوج المقبل على الزواج او للزوجة المقبل على الزواج فهنا الاب والام ديهم دور يعني مش من اول مشكلة لا تعالي عندي وانا هطلع لك واشتكي واعمل واسوي طيب ودور المجتمع فين في هذه الظاهرة برضو النوادي والمدارس والجمعيات الاهلية والجمعيات الاهلية اللي موجودة والإعلام والأحزاب كل ده المفروض بيبقى ليه دور ووزرط الثقافة لها دور لوحديهم برضو مش هيكون برضو دورهم كافي ممكن ان انا اسمع لك او ممكن ما اسمع لك شي فممكن برضو يكون فيه ثقافة موجودة في المجتمع والظاهرة الموجودة دي انا شاف ان مراكز الشباب انها ممكن يكون فيه لدوات تسكيفية للشباب والسيدات في المراحل اللي هي الاولى من عمرهم والمقبلين على الزواج انه هيبتري هيقلهم في شكل دورات في شكل رحلات في شكل امور من دي ان احنا نبتري ان احنا نحطي من ظاهرة الطلاق ونبتري ان احنا نعرف ازاي المجتمع اللي احنا موجودين فيه ونكتسبهم ثقافة كمان مش في الطلاق بس ثقافة المجتمع اللي احنا موجودين فيه والتسكيف اللي احنا موجودين فيه وزاهرة العنف اللي احنا موجودين فيها دي هذي الزواجر كلها مرتبطة بالتفكك الاسري او مرتبطة بعدم برضو لاهتمام للأسرة بأولادهم فاحنا بنتكلم ان برضو الدولة او المجتمع المصري لازم يكون فيه دور برضو موجود لهؤلاء الشباب اللي موجودين دوره وبالذات ان الشباب في مرحلة محتاجين التوعية ما هنا حضرتك الأسرة الصغيرة دي اللي هي الزوج والزوجة إذا حصل فيها تفكك أسري وحصل انفصال المجتمع ما هو إلا عدة أسر يبقى بالتالي الأسرة الكبيرة يتم فيها تفكك اللي هو المجتمع فيجب التوعية من قبل الجمعيات الأهلية إعداد ندوات تسكفية في النوادي بحيث الزيجات الحديثة يتم توعيتها الإعلام برضو ليه دور في التوعية بالنسبة كل الزيجات الحديثة يتم توعيتها على أساس انه هو كل المجبنين على الزواج يليعرفوا حقوق الزوجة إيه وحقوق الزوج إيه والأب والأم عليهم دور الأصدقاء المقربين عليهم دور الجيران عليهم دور بحيث ان احنا من أول مشكلة يتم حلها بحيث انه ما انتشرش المشاكل ما بينهم وبين بعض وتوصل للمحاكم يبقى احنا كده ساعدنا لعدم التفكك الأسري وعدم دخول ساحات المحاكم جميع المحاكم الأسرة مقتصة بالجميع الأضايا من نفقات بجميع أنواحها من دعاوة طلاق من دعاوة رؤية من دعاوة ضم زائد الشق الجنائي دعاوة جنح التبديد يعني هنا الزوجة بترفع دعوة جنح التبديد منقلات زوجية للتأثير على الزوج أو على الضغط على الزوج على الرغم أن جميع المنقلات موجودة داخل الشق بس نوع من الكيدية من قبل الزوج طب احنا جلنا رسال كتير على التعاصل الاجتماعي عندنا على صفحة البرنامج في بعض السيدات مطلقات قالت احنا مطلقات وعندهم أولاد مع ذلك أن الزوج نفسه ما بيصرفش على أولاده ما بيوفعلهاش مسكن وده في الأمور اللي زي دي إيه اللي بيتم برضه؟ هنا بالنسبة للزوجة بتلجأ بالنسبة لرفع دعوة نفقة صغار زائد دعوة أجر مسكن وأجر حضارة برضه بتقدم مكتب التسوية وتقدم الطلب وبرضه زي ما قلت لحضرتك مكتب التسوية دول ظاهرياً بس عن ورق 99% بيتم إحالته للمحكمة ونوع من التعطيل مش قط المحكمة بتحكم هنا بحكم نفقة للصغار زائد أجر مسكن وأجر حضارة وفقاً له اللي هو التحريات اللي بتيجي الوردة من الإسم على دخل الزوج إذا كان الزوج ده موظف فبتيجي من دي هتعاملوا كشف اللي هو المفردات المرتب وعلى ضوء كشف المفردات المرتب المحكمة بتحكم بالنفقة على الزوج نفسه لو ما كانش بيعمل أعمال خاصة أعمال حرة بيتم التحريات من قبل الإسم التابع ليه مسكن الزوج بيقول إنه هو مثلاً شغال سواء على توك توك أو شغال سائط ميكروباس أو أي أن كان أعمال حرة نتجار أي حاجة بحيث إنه هو دخله لا يقل مثلاً عن 3-3 جنيه في الشهر على ضوء هذا الدخل المحكمة بتحكم بالنفقة للنفقة الصغار نفقة الصغار من خلال التحريات ولو الزوج ده أو طليقها ده ظروفه لا تسمح إنه هو شغال أرزائي أو شغال في أي مهنة وظروفه لا تسمح إنه هو هنا الزوجة بتستخرج صورة رسمية من الحكم الصادر بيها بنفقة الصغار مزيلة بالصيغة التنفيذية وبتتجه لبنك ناصر الاجتماعي ويتم صرف نفقة الصغار من قبل بنك ناصر الاجتماعي يما نفقة الصغار أو النفقات بجميع أنواح من قبل بنك ناصر وبنك ناصر بيصفلها بصفة دورية بس عند ليبل معين من المبلغ بحيث إنه هو بعد كده بنك ناصر بيرجع على الزوج بالمتجمد أو مضموعة هذا المبلغ اللي هو النفقات الزوجة يعني في حالة عدم من مقدرة الزوج إنه يدفع مبالغ أو ظروفه ويأرضها كفية الدولة بتعوضها بتعوضها عن طريق بنك ناصر أو عن طريق بنك ناصر اللي هي نفقة أو بيديها إنما بالنسبة للزوج اللي هو بيعمل في القطاع العام أو في أعمال الحكومة بيتم عملية إنه هي تأخذ مباشر من قبل مرتب لو حبينا بقى ندي رسالة توعية للشباب المقبلين على الجواز وعن الشباب اللي هي تبلي متهورة في كلمة الطلاق أو في الطلاق نقول له مين هو المفروض لأي شاب مقبل على الزواج نقول له إنه دلوقتي شاب داخل على فتح بيت وتكوين أسرة إنسى تماما الحياة الشبابية اللي أنت كنت عايش فيها إنه دلوقتي بترتبط مع إنسانة أخرى فكر غير فكرة وفي نفس الكلام للزوجة أو للبنت اللي هي مجملة على الزواج المفروض يحصل توافق ما بينهم هما لتنين وما يحصلش مشاكل من أول مشكلة أو أول نزاع مش أول مشكلة إن أنا أروح أقول لماما مش أول مشكلة أروح أقول لماما حلوا مشاكلكم وبينكم وبين بعض المشكلة لو طلعت برا البيت عندكم هتوسع أكثر في المفروض إنه أي مشكلة يتم يتم حلها ما بينهم وبين بعض على أساس إنه لو ده المشكلة هتتشعر لا ده أنا هجيب لك حقه وتعالي وده هيقولك أنا هجيب لك حقه وتعالي فيتم على الزوج الحديث الزواج أو الزوجة حديث الزواج يتم حل المشكلة من أولها يحط نقط خطوط عريبة حياتنا إيه؟ بداياتها إيه؟ أنت دورك كذا واحد اتنين ثلاثة أنا دوري واحد اتنين ثلاثة المشكلة إنه إلا إحنا لاتنين نجأنا برضو رسالة غريبة الشكل على التواصل الاجتماعي هو بيقول أنا مش برتاح في بيتي فلو الواحد مش برتاح في بيته مع أسرته أو مع البدام هل يتزوج من زوجة تانية أو يخنها؟ فطبعا سؤال غريب الشكل جنب فإحنا عايزين نعرف برضو بالحضرتك الإجابة في هذا السؤال هنا الإجابة حضرتك ملهاش لعب الشق القانوني عن هذا فإجابة هنا المفروض يتجه إلى الزواج الشرعي اللي حلله ربنا سبحانه وتعالى إذا كان له الرغبة في الزوجة التانية يتجه بالزواج بالزوجة التانية بعلم الزوجة بحيث إن هنا الخيانة هتقدي إلى خراب البيت إنما كزواج رسمي وحلله الشرع وحلله ربنا سبحانه وتعالى فالأفضل إن هو يتجهز زوجة تاني طالما ليه الرغبة في كده؟ طيب إحنا بنشوف كتير من في المجتمع المصري إن هو عدم ارتياحه في البيت أو عدم ارتياحها في البيت بيكون فيه مشاكل تملي باستمرار وتملي المشاكل دي بتنتج عنها الطلاق فإنت شايف من وجهة نظر حياتك الطلاق ولا اللي هم يبتدوا إن هم ياخدوا خط غير الخط البستقيم اللي إحنا متعودين عليه وابتدوا كل واحد منهم يكون فيه حيانة للتانية لا هنا الخيانة حضرتك غير مستحبة من الزوجة يئما ننفصل يئما نعيش بود ومحبة فهنا لو دخلنا اتخاذ بقى طريقة الخيانة يبقى أنا بقى كله دلوقتي خلاص فيه نفور من قبل الزوج والزوجة يا أنا أعيش حياتي وهي أتعيش حياتها وعلى الرغم إن فيه حالات زي ما حاجب بتقول فعلا على أرض الواقع فيه نفور ما بين الزوجين ويعلموا تماما من كل لقت عايش حياته بس يقولك عشان الأولاد ما أنت كده أصلا نفسيا ومعنويا مش هتعف تربي الأولاد ففيه نفور بين الزوج والزوجة هتربي أولادك إزاي؟ والأولاد عندهم الحس إن فيه نفور ما بين الأب والأم يبقى يتم الإنفصال زي ما تم الزواج بودة ومحبة يتم الإنفصال بودة ومحبة مراعاة للأولاد اللي صالها دي إحنا بنشكرك النهاردة سيادة بسوشار في تواجدك معنا النهاردة ببرنامجنا وعن المعلومات الشعيقة اللي إحنا استفدناها منك واستفادها منك لستاني وشاليل بيشاهدونا ورسالة أخيرة لستاني وشاليل قبل ما نفتم حلقتنا تقول لهم يا فنس كل زوج وزوجة يراعوا أولادهم مهما كان الخلافات ما بينكم وما بين بعض حلوها بعيد عن الأولاد الأولاد دي هي الأجيال اللي طالعة هي الأجيال اللي طالعة وهي مستقبل مصف ومستقبل المجتمع الولد هنا هيكون محطم نفسيا لو حصل خلاف ما بين الزوج والزوجة والزاج بيه في المشاكل دي الولد هنا ولا هيستوعب دروسه ولا هيستوعب معاملته مع الآخرين فهنا بننشأ أطفال معنويا محطم إحنا بنشكرك النهاردة سيادة المستشار وطبعا النهاردة كان معنا زي ما حالاتكم شفتوا معنا سيادة العميد حسام الدين حسياء سليمان اتكلم معنا النهاردة في أمور تخص المجتمع المصري والشأن العربي كله والشأن المصري في شعاع كتير شفناها على سليشان ميديا وسيادة المستشار محمد أبو زيد اتكلم معنا وهيكون في حلقة شهرية إن شاء الله لسيادة المستشار هيتكلم فيها عن المشكلات أو القضايا الموجودة في المجتمع المصري والقوانين الموجودة في المجتمع المصري إن شاء الله بصفة شهرية إن شاء الله حلقة شهرية هنخصصها في كل استفسارات عن اي قانون او اي حد في قضايا المجتمع الموجودة فيه هيرد عليها بإذن الله واحنا تملي موجودين معاكم وتملي بنحاول ان احنا نناقش القضايا الموجودة في المجتمع المصري واللي بتشغل الرأي العام وبالاخص اللي فيها شائعات كتير ان احنا بنحاول نوضح فيها الحقيقة عشان فيه كتير مننا بيتساءل عن الحقيقة وطبعا احنا عارفين ان السوشيال ميديا فيه حروب كتير بتوجه علينا حروب الجيل الرابع والخامس دي الفتن والشائعات وفيه ناس كتير ما بيقولش امتابع الامور دي فبتصدق امور كتير موجودة في المجتمع المصري فاحنا بنحاول برسالتنا اللي احنا بنحاول نقديها للمجتمع والشعبنا الحبيب شعب مصر ان احنا نحاول نوضح هذه الامور ونحاول ان احنا نشوف هل هي شائعة او هل هي حقيقة وبنقول لكم في كل حلقة زي ما عودناكم اللي بيحب مصر يخاف على مصر ولا اللي بيحب حلقة دينا